وأكيد خطامها مسك مع ضيفتنا المبدعة والمتميزة اللي صارت معنا بالستوديو طبعاً التمييز والإبداع لما بيخلق مع الشخص بده أهل وحده داعم من الصغارة لحتى يطور هاي المواهب ويتطور هذا التمييز لحتى يصنع مستقبل حلو لهذا الشخص ودائماً يظل عم يطور من الإبداع ويصير حدا مبدع ومتميز أكثر بالحياة أكيد كلنا موصلنا لأي درجة من حياتنا بدون دعم أهلنا والمحيط يلي موجود حوالينا اليوم معنا الطفلة متميزة حاصلة على المركز الأول بالفصاحة والخطابة هاي تصبية اسمها آيا عمار أدا حيصعد صباحك وصباحه يا إيوشي أهلا وسهلا أهلا وسهلا بكي وجودك معنا الحلولة اليوم خلينا هيك بداية نصبح على المشاهدين منك بالفصاحة صباح الخير والعافية لأصحاب القلوب الصافية لمن استقبلوني بضحكة وكانت الضحكة عارمة فأردها بأشعار غالية بلغة الفصحة السامية أسعد الله صباحكم ويساعد صباحك الحلو آيا خلينا نحكي عنك بالبداية أنت أنسى عرفتي أنه عندك هاي الموهبة ومن ساعدك هاي أول حدا لأطفيك هاي الموهبة وساعدك لحتى التطورية أكتر بدأت بهذه الموهبة عندما كنت أبلغ من العمر سبع سنوات دخلت في تحدي مع والدي على حفظ قصيدتين للشاعر إمرو القيس بعنوان حجازية العينين وكانت هذه القصيدة طويلة وجميلة وكسبت التحدي بفضل الله وبعدما حفظتها اندهش أبي كثيرا وأمي أيضا وعندها شجعوني وعندها أنا عرفت بأنني لدي موهبة بالفصاحة والخطابة وبإلقاء الشعر وبعدها بدأت بالبحث عن معلومات في اللغة العربية والفروق والمعاني وكثير من الأشياء الجميلة في اللغة العربية أكيدة آيا يعني اليوم الفصاحة والخطابة هي مو سهلة أبدا خصوصا على بنودة هيك حلوة مثلك اليوم خلينا نخبر المشاهدين والأطفال اللي بعمرك اليوم آيا كيف تعلمت اليوم الفصاحة والخطابة؟ أدب تقريب اليوم والمين بتقرأي خبريني؟ أنا أول شي بفضل الأمي وأبي فهمان مشجعان الأولان لي لذلك أنا بقرأ لشعلاء كثير العصر الجاهلي والعصر الحديث العصر العباثي فكثير وكمان مين تحبي تسمعيني شي؟ يلا خلينا نسمع بقرأ قصيدة للشاعر أمرو القيس يلا اللي تحداني أبي فيها لها مقلة لها مقلة لو أنها نظرت بها إلى راهب قد صام لله وابتهل أنا رب يوم قد لهوت بذلها إذ ما أبوها ليلة غاب أو غفل فقالت لأتراب لها قد رميته فكيف به إن مات أو كيف يحتمل أخفى لنا الليل إن هوى وخلي أخفى الهلال إذا أفل فهيه وهيه ثم هيه وهي وهي منلي من الدنيا من الناس بالجمل ألا لا ألا إلا لألائي ولا لا ألائي لألائي لابث ولا لا لألائي من رحل فكم كم وكم كم ثم كم وكم وكم قطعة الفيافية والمهام هلم أمل وسلسل وسلسل ثم سلسل وسل 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 دار سلمة والربوع فكم أسل وشنسل وشنسل ثم شنسل عشن صل على حاجبي سلمة يزيد مع المقل ما شاء الله عليك يا آية برافو عليك يا آية يعني نحن نعرف أنه مجال الخطابة ومجال الفصاحة ما نوه سهل أبداً وكثير صعب وخصوصاً على بنت صغيرة مثلك اليوم أنت يمكن ما تستصع بها الشيء أو تلاقيه سهل خلينا نحكي شو الشيء اللي لقيته صعب وشو الشيء اللي لقيته سهل أو مناسب لعمرك أكتر بالطبع لغتنا العربية هي لغة القرآن الكريمة وهي لغة السهل الممتنعة التي عندما تقرأها في الوهلة الأولى تظنها سهلة لكنك عندما تهوص في أعماقها تراها صعبة وفي نفس الوقت سهلة ولذلك كان العصر الجاهلي هو العصر الأكثر غموضاً بين أشعاره فمثلاً حين قال الشاعر أمر القيس قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي ففي هذا البيت يدعو أصدقائه للبكاء على ابنة عمه غنيزة التي قد هاجرت بلادها وتركت أثرها باقياً بسقط اللوى بين الدخول فحوملي هذه أماكن في بلاد المحبوبة آيا أنت حاصلة على المركز الأول بالفصاحة والخطابة حكينا عن شعورك بحصولك على المركز الأول أداء أنت اليوم فخورة بحالك بإنجازك إن كان بين أهلك أو حتى بين رفقاتك وضمن مدرستك هذا الشيء كثير يشرفني أنا حصلت على المركز الأول في فرع دبشق وكثير أنا فخورة وفخورة بأن معلمتي وأهلي وأصدقائي كلهم فخورون بأنني أنا حاصلة على هذا المركز لعامين متزاليين نحن اليوم طبعاً عم قاعدين مع أستاذي بالفصاحة والخطابة حسنك من عمرنا وزميلتنا كمان نيح دعونا نحكي آيا ونعرف شو عندك مواهد تاني مخبايا عندك شي تاني غير الفصاحة أنا لما كنت صغيرة كنت لعبت بالي أو بالأحرى رئيسة جنباس كنت من عمر ثلاث سنوات حتى السبع سنوات وبين السبع سنوات صرت بالفصاحة وهلأ أنا مبتدئة بعزف الكيدر بريافو الله يوفقك يا آيا خبرينا شو طموحك بالحياة ولوين حابت وصلي شو حابت تصلي لما تكيبري خبرينا تفاصيل أنا بحب كتير أني أوصل لشي عالي وحلو فمثلاً بتبنى كون دكتورة علوم سياسية إن شاء الله حلو كتير حلو كتير أكيد آيا يعني هلأ أنت بلشتي بالبالي بلشتي بعدين تقلتي للفصاحة بعدين هلأ عم تتعلمي غتار صح وبعدين علوم سياسية يعني أنت شوفي في فرق كتير كبير بين كل واحدة صح شو الصر هون فيك تفسرين نهاي الحالة بحب أني أنا أدخل بكل المجالات ما بتمنى أنه أدخل بمجال واحد ما تكوني بتعرفي بتحبي تتعلمي كل شيء أي شيء المهم يكون حلو ومفيد آيا يعني اليوم أنت وصلتي لهون حكيت لنا بدعم من أهلك بدعم من أساتسك لمين بتحبي توجه اليوم شكر لأي شخص اليوم دعمك بهذا المجال أولاً المشجعان دائماً في كل مجال ندخله وفي كل أميات نتمنى هناك شعار العائلة فأمي وأبي كانت ذا عمان والمشجعان الأولان لي ولا أنسى ذات الفضل الكبير معلمتي لما سقر التي لا طالما دعمتني وزودتني بالمعلومات والتفاصيل في اللغة العربية وبعدها أوجه الشكر إلى مدرسة التطبيقية السومرية للأنشطة الطالعية التي وأخص وأخص بالشكر فيها المعلمة هدى والمعلمة فدوى وأمصح جميع أصدقائي بالانتحاق بالمدارسة التطبيقية لأنها لا تأخذ الكثير من أوقات المدرسة ومفيدة وتنمي مواهب الأطفال وفي النهاية أشكر كل من تعمني وأشكر خالي ثائر الذي لطالما ساعدني آيا شعيفة معك كتاب من أول ما قاعدتي ما سألتك عنه وأنا عم حاول إقرأ اسمه خبرينه عن الكتاب اللي معك هذا أنا بسميه موسوعة الشهرية فيك أكتر من تسعين قصيدة وأنا حافظتهم كلهم بتحبي إقرأ؟ طبعا تفضلي تختاري ولا إقرألك أنا؟ كيف بدي أختار أعطيني أنا؟ خطر أختار بفتح على أي صفحة وبيطلع حظي منها نتلقى بدك يلا بنقول بسم الله في آخر تنفاضي ها آخر تنفاضي يعني من الأول يلا يا حظي واو اختار يمين ولا يسار؟ نتلقى بك يا نسو أن دموعنا لا تسيل إلا فخرا إلا فخرا أجبتني كثير هذه أصيدة لأطفال فلسطين وغزة يقول فيها اسمي فلسطين مخلوقة من طين لكن حجارتي من سجيل لن أروي لك قصتي في رواياتي هي التاريخ أنا فلسطين أنا الحرب والسلاح والسلام والحجارة أنا الخالقة من ماضي أليم وحاضر لئيم أنا فلسطين الحرب العقيمة يرموننا بحجارة يهابون رياحها ويرموننا بغازر مسيل للدموع نسو أن دموعنا لا تسيل إلا فخرا بشهدائنا وعزا بتاريخنا اسمي فلسطين فاء فليست إلا لنا لا مني أنها خلقت لنا سيل ستبقى وستعود لنا طاء طبعت على قلوبنا يا أني حظ من شم هواءها نون نسو من يكون رجالها فحتما موعودونا بنصر قريب بدافو يا آيا يعطيكي ألف عافية خلينا هيك بالختام شو بتحب تقولي لكل الأطفال اللي بعملك اليوم اللي حابين يدخلوا بمجال الفصاحة والخطابة وتسمعيني كمان شيء أخير من حضرتك دائماً نحن لازم ندخل أي مجال لتمنى بس إذا دخلنا على مجال لازم ننميه فمثلاً الفصاحة والخطابة اللي بيحبها لازم يكون عنده موهبة الطلاقة والزكاء والإضافة إلى لغة العربية أيوة والطلاقة فيها ولازم يكون صوته حلو مثلك كمان وبنصح جميع الأطفال بإنه ينموا مواهبهم مهما كانت مواهبهم المهم ينموها ويطلعوا مثل أبدهم ما نحن خلينا نسمع شيء أخير منك آية نحكي عن سوريا أكيد يا سمين الشام هذه قصيدة للشاعر نزار قباني يقول دمشق عنك تسأل الوطن الجريح عنك يسأل عصافير الشعري والحرية عنك تسأل بكتك القوافي ودمعة الخنساء لامست وجنة الأخطر يا من جمعت حب الشام في عقدة من يا سميني كما نسجت حب الشام على مغزل يا أصفور الشام كيف شغلت نساء الأرض وبقيت دمشق حبك الأول وغسلت من ضفائر الشمس أولية وقلت وحدك يا شام وصيفك الفيصل شكراً لك يا آيا كثير كنا مبسوطين اليوم بوجودك معنا لليوم وأكيد إن شاء الله يا رب كل التوفيق والنجاح بحياتك وبأيامك القادمة توصلي لكل شيء بتتمني يا رب وأكيد نبارك لك دايماً بالمراكز الأولى أهلا وسهلا آيا بدنا نتمنى لك أنا وكادر الإخبارية وكادر صباحنا غير كل التوفيق وأكيد هلأ المشاهدين كلهم رح يتمنون لك كل التوفيق وكل النجاح ويشوفوك دائماً بكافة الازدهار والتقلق والتطور كمان شكراً لإلك إن شاء الله بشوفك أهم دكتورة بالعلوم السياسية إن شاء الله يا رب شكراً لكم أهلا وسهلا بكم